هذا وقد أكد العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 أكد أن البحرين كانت ولتزال ملتقى للحضارات والثقافات كما أنها تساهم بدور النشط في التحالفات العسكرية ضد الإرهاب خلال حفل افتتاح مؤتمر التحالفات العسكرية في الشرق الأوسط أضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد بأن بايدك يمثل شراكة نوعية متجددة بين التطور التقني والفكر الاستراتيجي أحرصنا أن يكون مؤتمر التحالفات العسكرية في الشرق الأوسط مصاحباً للمعرض وعلى قدر مستوى الأهمية انطلاقاً من إدراكنا لأهمية صهر الأفكار المتنوعة والخبرات المتراكمة وتحويلها إلى رؤى جديدة ومبادرات فاعلة تسهم في إيجاد حلول مناسبة وجذرية للمشكلات والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم الحضور الكرام ليس خافياً أن منطقة الشرق الأوسط تشهد حالياً مرحلة مضطربة غير مسبوغة سوف تمتد آثارها لأجيال قادمة في ظل صخب الطائفية والاقتتال الداخلي وانهيار المؤسسات الوطنية في عدد من الدول فضلاً عن تدخلات إقليمية في شؤونها الداخلية مما ساعد على انتشار ظاهرة الإرهاب في مختلف أرجاء العالم وتساهم مملكة البحرين بدور النشط في التحالفات العسكرية مثل التحالف العربي لدعم الشرعية في الشقيقة اليمن والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بغيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحبة الدور الريادي ومركز القرار العربي والإسلامي انطلاقاً من تضام كامل وتوافق تام على أهمية دحر الإرهاب وتمويله ووقف التدخلات في شؤون دول المنطقة وضمان أمن الملاحة الدولية وتدرك مملكة البحرين الدور المؤثر الذي تلعبه التحالفات في الحفاظ على الأمن الإقليمي ونفخر بأن البحرين عضو مؤسس في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب باعتباره مثالاً ملهماً وواقعياً للإنجاز والفعالية وخطوة استراتيجية دشنت مرحلة حاسمة لمنع الدول المارقة وجماعات الإرهاب من تحديد مصير مستقبل منطقتنا وعالمنا وأود أن أنوه بالدور الريادي والمحوري الذي تطلع به الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لإحلال الأمن والسلام في المنطقة ومواجهة قوى الشر التي تحاول نشر الفوضى والتطرف وهو الدور الذي تؤمن به مملكة البحرين وتسعى مع الأشقاء لإقراره بقوة الحق وحزم العدل لذلك جاء تحركنا المشترك واعياً لطبيعة التحديات ومدركاً لحقيقة التهديدات وشاملاً لأبعاد المواجهة إن دولنا المحبة للسلام والداعية لمحاربة الإرهاب لن تسمح لأي جهة كانت بأن تسعى لتهديد أمن شعوبنا وزعزعت استقرار المنطقة فلا مجاملة في الأمن والتنمية ولا تهاون مع التعصب والتطرف ومن منطلق موقف البحرين الثابت ودورها الفاعل في مكافحة الإرهاب ومع استمرار الممارسات الإيرانية غير المسؤولة فإننا نرحب بالاستراتيجية التي أعلنها فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بشأن التصدي لمحاولات تصدير الإرهاب التي تقوم بها إيران لجعل منطقتنا والعالم أجمع أكثر أماناً واستقرار إن قوة دفاع البحرين فخر الوطن ودرعه الحامي هي قوة سلام عصرية وأثبتت أنها عامل استقرار تسهم في تثبيت ركائز الأمن والسلام الإقليمي بمساهماتها في العديد من المهام العسكرية والإنسانية المشرفة وقد قدمت قوة الدفاع في سبيل أداء رسالتنا النبيلة تضحيات غالية من شهدائنا الأبرار وما زال الجنود البواسل يؤدون واجبهم المقدس بكل عزيمة واقتدار في ساحات الشرف والبطولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر